الإعجاز العلمي في خلق الماء ما الحكمة في أن الله جعل الماء الذي نشربه عذبا بلا لون ولا طعم ولا رائحة فلو كان للماء لون لتشكلت كل ألوان الكائنات الحية بلون الماء الذي يشكل معظم مكونات الأحياء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون لو كان للماء طعم لأصبحت كل المأكولات من الخضار والفواكه بطعم واحد وهو طعم الماء فكيف يستساغ أكلها يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ولو كان للماء رائحة لأصبحت كل المأكولات برائحة واحدة فكيف يستساغ أكلها بعد ذلك ولم تقف الحكمة في ماء الحياة ولكن انظر إلي هذه المياه المختلفة ماء الأذن مر وماء العين مالح وماء الفم عذب اقتضت رحمة الله أنه جعل ماء الأذن مر لكي يقتل الحشرات والطفيليات التي تدخل الأذن وجعل ماء العين مالحا ليحفظها من الفساد لكن حكمة الله في الخلق اقتضت أن يكون الماء الذي نشربه ونسقي به الحيوان والنبات ماء عذبا أي بلا لون ولا طعم ولا رائحة فهل نحن أدينا للخالق حق هذه النعمة فقط أخيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وب voyage